بعثة الأمم المتحدة في العراق تحذر خلال تقريرها نصف السنوي من ارتفاع خطر في عمليات تغيير التركيب السكانية قصرا في البلاد بسبب غياب سيادة القانون في المناطق المستعادة من سيطرة تنظيم الدولة ومنع عودة النازحين إليها فضلا عن تزاود أعمال القتل وتدمير الممتلكات الخاصة بهذه المدن أعتقد بها جندات خارجية تحاول إحداث تغيير ديمغرافي على مستوى التوزيع السكاني في العراق خصوصا ونحن نعلم اليوم أن الكثير من المناطق التي تم تحريرها من سيطرة داعش لا تستطيع العوائل النازحة من هذه المناطق العودة مرة أخرى والسبب معروف هي هيمنة عناصر من الميليشيات المسيطرة على هذه المناطق نرى أن حتى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حذر من هذه العمليات التي تقوم بها بعض الجهات المتنفذة والمرتبطة طبعا مع الحكومة العراقية وأيضا لها ارتباطات خارجية مع الدول الإخليمية تنمي أعمال العنف وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين عراقي وتهجيرهم قسرا من مناطقهم الأصلية ساهم كثيرا في إحداث تغييرات ديمغرافية في العديد من المدن العراقية ما يستدعي وبحسب مسؤولين أمميين إصلاح نظام العدالة بالبلاد ومعالجة نقاط الضعف البنيوية فيه لضمان وصول العدالة كاملة إلى جميع مكونات الشعب العراقي دون تميز ترك الأمور بيد كل من يخطط أو يريد تحت أجندات معينة أو تحت أفكار معينة أو تحت إرادات دولية معينة أدى بنزوح هذه الأعداد الكبيرة من المناطق التي كانوا يسكنوها وعدم الرغبة حتى بالعودة إليها مما تسهل عملية التغيير الديمغرافي تحرير الأراضي من داعش الأرهابي وما رافقها كان يجب أن يسانده جهد قانوني وإصلاحي ودخول لمنظمات المجتمع المدني على خط إنهاء هذا الملف العمعان في إجراء تغييرات على التركيب السكانية بالعراق سيعيد رسمها خريطته السياسية من جديد وفق أساس طائفية وعرقية ربما تقف وراء العمليات المقصودة لتغيير تركيب السكانية في بعض المدن والمحافظات العراقية جهات وأحزاب سياسية تسعى إلى تنفيذ أجندات خارجية وتحقيق غايات داخلية أياد محمد أوريانت نيوز بغداد